سيد ايه خير وانا كل اللي شوفني عاية اكيني راجع من الحج سليت لها تلت يا سيد تبدولي ايه كده ارفو حائطة عشان كده ادلوها المجرمين ايه دي وهدي اللعبة خالص هلتكي شفت بعينيكي اللعبة مع الناس دول يخليك تحط يعينيكي فوسط راسك واللي راسك هتطير هل تفتكر سليم هو اللي قتلت في حد تاني عنده مصلحة يامل كده سيد ايو عم بشير نعم سليم بيعرف انك جيت وطالب يشوفك على طول كده هشم نفس طب الاول تصدق عندك حق هي الدنيا هتطير هروح اقوله هشم نفسه الاول استنى استنى ما تبقاش حق اني جاي وراك امرك يا بشير مش لما توصل تيجي تدي تمام معقول يا فندم يعني هجيلك بطراب السفر وعفره انا قلت اخد ضش واغير واجل ساعتك على طول عداك العيب يا بو السيد عرب ده شاب زي الفل رجولة وشياكة واخلاق مالك مش على بعضك ليه لا قابدا يا بشير فيش حاجة يكونش خبر موت البيت الصحفية ده واجعك يا سيد الصحفية ايه يا جماعة بس انا قلوني ساني هي اللي تقتلت ايه كانت السفاحة اللي ماشي قتل في نسوان القارية دي يا باشي ما هيساني ديه تبقى الصحفية اللي مات مالا ما كنتش تقرف انها صحفية يا جماعة بس انا في برجنا الدماغي هتير صحفية زي فندم وبتدرب البتاع ده اللي اسمه الأروبيكس اهم انا اخدت جزائها ما هو ده جزاء اللي يخون او حتى اللي يفكر ميخون معاكو حق ابهوات دلعشرة حتى ما تهنشغ العرب من الحرام واكل واحد باخد جزاء ما كانش في الدنيا يا باشا بيبقى في الاخرة ده انت مؤمن اوي هو يا سيد طب روح انت ريح دلوقتي واجهز لي ليخت عشان مسافر بيه بكرة الصبح اوامرك يا باشا على اذنكو انا ما كنتش عارف هنعمل ايه لو ما كنتش نبهتنا اللي حكاية البيت المفاوصة ديه كان زمان ساعاتك بعد الشر وكلنا متكلبشين في ايديكو قاعدين مع واقل الإبراشي وهاتي تقطيع وهاتي مدخلات شهت حسونة اهي يا حسونة لا لا مش مشغول ولا حاجه خير ها كدة الله قبل عيزة كان قالك اصل انا كنت قلتله فعله لا خلاص اذا كان كدة يبقى فورا لان انا بسافر بكرة الصبح طيب 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 أهلاً أهلاً سكاري باشا زي معليك والله كنت على بالي كنت حطلبك عشان حاجتين أولاً عشان أطمن عليك وسانياً عشان آه كده وأبو العزة قال لك برضو لا إذا كان كده خلاص تمام خلاص مستنيك مع السلامة الاتنين جايين وجايبين فلوسهم معهم كمان يا بنتك كريم يا رب والله يا باشا أنا عايز أسجد على الأرض من كتر الفرحة يا بركة دعاك يا أمه يا أبو العزة يا لعيب لا ده أنا كده أشهد لك أنك أنت لعيب ولعيب كبير أوي كمان يا باشا أنا كان فادل لسنة ودخل على الاحتراف بس المخدرات هي اللي خدتني أصدق زبطتك بقولك يا باشا طالما هم جايين لكن يعني أنا كنت جايين لك جايب لك فلوس أنا كمان عشان أطلعها برا ولما عرفت أنهم جايين بالصدفة هقعد أستنىهم يعني نتغدى مع بعض إيه رأيك يا السلام مش بقولك لعيب يا باشا ده أنت اللعيب الكبير أنت الفيرس تتيم كله اللي بيجيب أهداب إلا ما إحنا كل ليلة بالنسبة لك ناشئين ها 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 هدخل يا مراد تعالي ده إيه يا ابني مالك وإيه الورق اللي في إيدك دي حدوتك خبر مكفى من سالي؟ غريبة أنا ما بعتتوش على الميل كالعادة وحدوتك ده مش من سالي ده عن سالي قتلوها؟ يا أولادي الكلد يا أولادي الكلد؟ ما نقولت لحدوتك من الأول الناس دي خطر جداً وما ينفعش حد يلعب معاهم حد من أهلها أخد خبر؟ هو الخبر لسه أصل لنا حالاً الله أعلم البوليس بلغ أهلها ولا لأ بس هما أكيد كلموه نزل ناعي بإسمها وصورتها على الصفحة الأوانية ومع الموقع الإلكتروني كمان ما تجيبش أي خبر عن الحدث ناعي بس يا مراد لحد أما نجيب للغلبانة دي حقها ونكشف القرف ده كله هاني هاتلي عنوان سالي درغان بالتفصيل دلوقتي ناعي بس روح أنت يا مرادة عمل قلت لك علي ناعي بس هاني احجزلي على الأول طيرة راحة الغردقة لو ما لقيتش حضروا لي عربية عايزة بقى في الغردقة النهاردة تصرى في هاني وبعدين بقى خايف ما هو يا سيد مش هادر صدق اللي عملوا المجرومين دور اه عادي عياطي كده لحد ما يلاحظوا زعلك عليها ويعرفوا ان انتوا صحابوا يتدهروا عليك تفتكر ممكن يشكوا فيها فعلا وعموما ان احنا فيها لو سألوك يقول لهم ان انت قلبك رهايف ما بيستحملش ودوري على اي حاجة في قطة اللي عنا قبسالي حاجة سيئة اي حاجة اي جورنام اللي كان بتكتب فيه مثلا لا لا مفيش حاجة تبقى يخسلي وش كامله وخليك عادي مش عايزين حاد يلاحظ حاجة حاب موسيقى صباح يا سلم ماتت ازاي؟ ماتت مقتولة ايو يا مقتولة ازاي يعني؟ بيقولوا لا اوه مضربة بالنور يالله يا سيد سلم بيها يتحرق ماتت موتان كين مدينة القارئة دي؟ اوه كين سلم دان جرحي؟ كين اي حد يرد علي...? كين اي حد يرد علي يا مسؤول هنا؟ يا فندم وط صوتك من فضلك الصوت الوط يا حبيبي اللي عامل عاملة اوه مين مسؤول هنا انت ايه ده؟ الاستاذ بيسهر يا حضراتك يا فندم بيسأل ولا بيت خنك انا سمع صوت من ولا جاء من برا انت بسانتي بيتسلم الجرحي؟ نعم أنا موسى أبو طالب رئيس تحرير الجرنالجي الجريدة اللي كانت شغلة فيها المرحومة سالي درغام الصحفية طيب ممكن حضرتك تهيدا؟ أصدى حضرتك النسائي كانت شغلة عندنا هنا في القتال اللي ماتت النهاردة الصبح كانت صحفية اللي اتقاتلت يا هانم مش ماتت سالي كانت في مهمة رسمية للجريدة ودمها ده مش هيروح حاضر وأنا بقى جاي النهاردة عشان أحملكم كلكم مسؤولية وأوله ما بوك يسلم الجرح في موت ايه ده ايه ده ايه ده ايه السلطة دي كلها؟ يلا قلوا واحد فيكوا يروح وشوف شغلة وانت عايز تتكلم تتكلم بصوت واطي وبعدب ولا تحرك بره لا انت هتعلمني أنا ازاي تتكلم ولا هوطي صوتي ولا أقل بره يا سالم يا جرح وأعلم أفخيلك ركابه اطلبوا لي بوليس أنا هعملك محضر تعدي على منشآت وموظفين للقارية لا يا زجان كده بان يبقى تعدي بتعدي اوعى واجيب حق الغالبانة اللي اعتلتوها يا شك مكرمين احبسك يا سالم يا جرحي احبسك يا أولاد افضلوا افضلوا كل الوقت يكمل اللي كان بيعملوا افضلوا كل الوقت يكمل اللي كان بيعملوا